وعشاق اللغة الإنجليزية في كل مكان أهلا بيكو النهاردة هنتعلم في هذا الفيديو أشهر عشر أمثال في اللغة الإنجليزية طبعا كلنا نتمنى وكلنا طبعا نحب أن يكون عندنا كم من الأمثال التي نستخدمها أثناء التحدث باللغة الإنجليزية وأنا شايف أن ده شيء قوي جدا ومفيد جدا لأي شخص عايز يطور من لغته وقدرته على التحدث أول حاجة طبعا لازم نعرفها أن كلمة مثل باللغة الإنجليزية معناها Proverb Proverb معناها مثل أو قول مأثور أشهر عشر أمثال في اللغة الإنجليزية أول مثل أو أول Proverb النهاردة معنا هو Live and Let Live المثل ده معناه واضح وصريح ممكن تستخدمه طبعا أثناء التحدث ويعني دع الخلق للخلق Live أنت عيش Live and Let Live أنت كمان سيب الآخرين يعيشوا يعني Let Live معناها دع الآخرين يعيشون حياتهم يعني ولا تهتم بشؤونهم ولا تحاول أن تؤذيهم Live and Let Live تاني مثل معنا النهاردة هو Jack of all trades is master of none نفترض أن Jack ده شخص ومنغمس وبتدخل في كل trades كل المعاملات التجارية وكل المجالات ده داخل في كل المجالات ففي هذه الحالة طبعا بيبقى master of none لن يتقن أي شيء من الأشياء اللي هو داخل فيها ليه لأنه ما فيش تخصص هنا وده معناه طبعا بنقول Jack of all trades is master of none يعني زي ما احنا بنقول كده بالعامية صاحب بلين كداب Jack of all trades is master of none أنت طبعا لو أنت Jack أو محمد أو مايكل يعني whoever طبعا لازم تدخل فيه فيلد واحد فقط تبرع فيه حتى لو كنت متعدد المواهب لازم تركز على فيلد معين تشوف أن انت very talented فيه وتستطيع أن انت تنجز يبقى التركيز هنا بيقى على شكل واحد بس إنما تبقى Jack of all trades في كل المجالات هتبقى master of none المثل الثالث معنا النهاردة هو patience is a remedy for every grief patience اللي هو الصبر is a remedy علاج for every grief grief اللي هو الحزن والألم النفسي الصبر هو اللي يقضي على الألم والحزن اللي جواك أو الشجن أو أين كان لذلك ده معناه الصبر مفتاح الفرق patience is a remedy for every grief دي ممكن تستخدمها وتقولها لو عندك صديق مثلا أمريكي ولا بريطاني أو whatever وانت عايز وهو في حالة حزن مثلا وانت عايز تصبره وتحاول ما تشجعه إنه يعدي الأزمة اللي هو فيها هتقوله don't panic patience is a remedy for every grief الصبر مفتاح الفرق وهتستمر طبعا فيما تبديله من النصائح patience is a remedy for every grief الصبر مفتاح الفرق في مناسبة الصبر أنا طبعا أتذكر مقولة أيضا لشخص كان بيقول patience is a skill that you must master الصبر اللي هو patience ده عبارة عن مهارة يجب أن تتقنها وتنميها لأن الصبر فعلا صفة مهمة جدا يجب أن تتوفر في كل الناس المثل الرابع معنا النهاردة هو once bitten twice shy once bitten twice shy دي طبعا معناها إيه يعني اللي يقولوها كده بالعامية يعني اللي يتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي once bitten twice shy انت تلدغت في الأول فتاني مرة هتبقى shy هتبقى متردد هتبقى عندك حظر شديد هتحاول أنك أنت تتأكد مرة واثنين وثلاثة once bitten twice shy ممكن أيضا نقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أيضا وهو حديث طبعا فكه هو ده حديث وينفق أيضا كمثل أو حكمة once bitten twice shy المثل الخامس عندنا النهاردة a broken clock is right twice a day الساعة البيضة سوف الساعة ليه بتكون بايضة بتكون بتجيب الوقت مظبوط مرتين في اليوم لو مثلا ساعة نتقلنا هي وقفة وبيضة على الساعة الستة مثلا فهتلاقيها في اليوم مرتين جايبة الساعة الستة ليه ستة صباحا وستة مساءا مع أنها بايضة a broken clock is right twice a day ده معناه إيه؟ أن الشخص اللي بيكون مخطئ وبيقول كلام خطأ ممكن يقول كلام صح وإن كان عن طريق الصدفة وإن كان عن طريق الصدفة وهو يعني مش قاصد ده ولكن قالوا بالصدفة وطلع كلامه صح فده مش معناه أنه هو شخص كلامه حقيقي يعني أو صح لا a broken clock is right twice a day حتى الساعة البيضة ممكن تقول كلام صح ممكن تجيب لك الساعة بزبوطة twice a day المثل السادس معنا النهاردة هو a watched pot never boils a watched pot never boils يعني اللي هي مثلا ال pot اللي هي الكنكة اللي أنت بتحطها عايز تشرب منها شاي أو قهوة أو أين كان لما تضعها على الستوف اللي هو البوتاجاز وتفضل مرائبها واقف كده عايزها تغلي دلوقتي في الأحزتها هتحس أن الوقت بطيء وأنها مش عايزة تغلي فيه إيه؟ اللي هو watched معناها المراقبة هنا a watched pot never boils ده الهدف من المثل ده إيه؟ إن الشخص لو عنده هده حاجة معينة be patient من أشهر الأمثال في اللغة الإنجليزية a rolling stone gathers no moss يعني إيه الكلام ده؟ a rolling stone الحجر اللي هو بيكون متحرك دائما في المية عمره ما تلاقي عليه مص اللي هو الأعشاب أو التحالب التي تنمو على الحجارة إنما أين تنمو هذه التحالب على الحجر السابت؟ التحالب دي هنا ممكن في المثال هنا مقصود إيه مثلا؟ لو أنت مثلا شخص مش ثابت في مكان في حياتك مش ثابت على شغلانة واحدة معينة دائما متقلب دائما متغير دائما متسافر فهنا انت كده عبارة عن rolling stone عبارة عن حجر متحرك مش هتقدر تجمع مبلغ مثلا من المال يفيدك في الحياة ليه؟ لأن انت متنقل وانت مش ثابت من هنا شوية في الوظيفة دي وشوية في الوظيفة اللي هنا فأنت عبارة عن rolling stone A rolling stone gathers no moss ده معنى إيه؟ الشخص لازم يثبت في مكانه يثبت ويركز على شيء معين على وظيفة معينة يثبت فيها سنين مثلا هياخد خبرات هيجمع أموال هيصبح ربما يرتقي يحصل على بروموشن مثلا في العمل ده فهنا بنقول rolling stone gathers no moss كسرة الحركة كسرة التغيير ما فيش ما فيش سبات ولذلك ما يكونش فيه income ولا يكون فيه أي حاجة المثل التاسع عندنا النهاردة هو birds of a feather flock together الطيور التي تتشابه المتشابهة في النوع الطيور التي لها نفس اللون نفس النوعية تلاقيها دايما فلوك تتجمع والطير together مع بعضها وده معناه الطيور على أشكالها تقع الأشخاص المتشابهين في صفات معينة دائما بتلاقيهم بهم اللي بيكونوا أصدقاء مع بعض دايما تلاقيهم مع بعض دائما بيرتاحوا لبعض حتى في الكلام وفي التواصل birds of a feather flock together فأنت ممكن تستخدم المثال ده في أثناء محادثة باللغة الإنجليزية وجمع موضوع مثلا عن الصداقة أو أين كان فأنت ممكن تستخدم this proverb during your conversation آخر مثل عندنا النهاردة هو easy come easy go طبعا الموضوع ده مشهور جدا ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة ليه لأن انت متعبتش فيه وبما انك متعبتش فيه فمتحسش بقيمة الشيء ربما يذهب منك بسرعة إنما لو تعبت في الشيء فعلا وعافرت زي ما بيقولوا أكيد هتحس بقيمة الشيء اللي انت حصلت عليه سواء كان مال أو آن كان فستكون حريص جدا على إن هذا المال لا ينفق هباءا أو يضيع هباءا منثورة easy come easy go أيضا المثال ده بيفكرني بمثال تاني اللي هو no pain no gain برضو يعني ليه علاقة no pain no gain مفيش حلاوة من غير نار لازم تتعب علشان في الآخر تصل إلى هدفك وتحقق أحلامك إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو ten most common english proverbs thank you and see you in the next video موسيقى